وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل على استكمال المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد دكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي وسط صلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر إلى جانب المشروعات في منطقتين توشكا وسيناء وفي محافظات بنسويف والمينيا والفيوم وكذلك مشروع سنابل صون بأسوان وقد اطلع السيد رئيس في هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية ووسائل الرأي الحديثة واستخدام التحول الرقمي في تطوير الإنتاجية الزراعية وموقف محطات المعالجة والتغذية الكهربائية والمناطق الصناعية المرتبطة بهذه المشروعات وقد وجه سيادته بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلال المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وتحقيق طفرة نوعية في هذا الصدد تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وكذلك مواصلة فتح أفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه على النحو الذي يسهم في رفع معدلات نمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة